أكد المشاركون في الاجتماع السنوي لمنطقة الاقتصاد والتعاون الدولية لدوار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول التجارة والاستثمار والذي عقد في البحر الميت على ضرورة استغلال الموقع جغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وتحفيز الاستثمار وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات التي تواجهها نسبة صادرات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمال الصادرات العالمية لم تتجاوز الخمسة بالمئة فيما بلغت وارداتها 4.3% لعام 2017 حركة التجارة في دول منطقة الميناء تواجه صعوبات من ارتفاع الرسوم الجمركية وتعقيد إجراءات التبادل التجاري على الحدود وصعوبة إجراءات التراخيص للمستثمرين بحسب منظمة الاقتصاد والتعاون الدولية فرص تمويل الطاقات الأردنية الشابة والاستثمار فيها كانت محور لقاء ثنائي على هامش الاجتماع جمع وزير الاستثمار بمحافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي إبراهيم العمر عندنا شباب عندنا ابتكار عندنا قدرة على أن نخرج للعالمية ينقصنا الممول وينقصنا أيضا السوق فبنهاية المطاف جوابا على كيف عندك الخامة الممتازة وأيضا نطلب التمويل وهذه الشراكة ستخلق نجاح للطرفين تطوير القوانين والأنظمة الداعمة للاستثمار وتطوير التجارة وتنويع المنتجات واستخدام وسائل التجارة الرقمية هذه بعض التوصيات التي خرج بها اجتماع منظمة الاقتصاد والتعاون الدولية